بمحافظة سوهاج مناسبة عيد الفطر المبارك كل التهنئة كل التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك لكل جموع شعب سوهاج بابعث طبعا تهنئتي لراعي محافظة سوهاج السيد الوزير محافظ طار الفئي محافظ سوهاج بابعث كمان تهنئة لدكتورة نيفين القباج مع علي وزير التضامن الاجتماعي وبابعث تهنئة من خلال شاشة قناة طيبة لكل السادة المشاهدين وكل السادة المواطنة محافظة سوهاج وكل زمائل من التنفيذيين والقيادات الشعبية وقيادات التنفيذية والوسائل المصالح والشركات بقول لهم كل سنة وحضركم طايمين وعيد الفطر المبارك على كل أرض محافظة سوهاج أتمنى أن مصر تحت قيادة فخامة الرئيس عفتاح السيسي تنعم وتظل لديها نعمة أتمنى أن مصر تحت قيادة فخامة الرئيس عفتاح السيسي تنعم وتظل لديها نعمة الأمن والأمان وربنا كده إن شاء الله تحت القيادة السياسية نعيش عصور التنمية ونجني سمار التنمية المسلمة دعاً أتمنى أن يصبحوا في النهاية ونستهدفها كل التحية والتقدير وكل عام وأنتم بخير بسم الله الرحمن الرحيم أتوجه بالتهنئة لكل زملائي من جمع المعلمين في محافظة سوهاج لكل أبناء الطلاب الحقيقة أن توجبة عياد سهاج وعيادنا قومية وعيادنا الدينية في وقت واحد ويمكن ده من البشرة بنقولها أن يا رب يكون عام علينا كلنا في أمل جديد عيد سهاج القومي عيد القيامة للإخوة الأقباط وعيد الفتر المبارك إن شاء الله عاقب كمان العيد هيبقى عندنا مرس كمان بقول لولادي الطلاب ما تقلوش إن شاء الله السنة دي الامتحانات هتبقى في مستوى الطالب المتوسط إن شاء الله مفيش مفاجآت نقدر نقول عليها أن هي يعني هتعرقل أي طالب في الامتحانات بقول لولادي الطلاب ما تقلوش إن شاء الله السنة دي الامتحانات هتبقى في مستوى الطالب المتوسط إن شاء الله مفيش مفاجآت نقدر نقول عليها أن هي يعني هتعرقل اي طالب في الامتحانات كل اللي النصيحة اللي قدر اقولها لكم ان هتعيده وفي نفس الوقت حاوله تخلي فيه وقت للمراجعة وما تتوتروش خالص ان شاء الله هتبقى الامور هتبقى ماشية كويس السنة دي والاجتهاد يعني تنظيم الوقت بس هو اللي نقدر نتكلم عليه الاجتهاد مش مرتبط ان احنا مش هنعيد لا نعيد كويس قوي بس ننظم وقتنا لان عقب اعمال عقب فبقول كمان ولادي ياريت ربنا يكرمكو نريح يومين وبعدين نبتدي نشد حلنا لان خلاص العام الدراسي انتهى فبقول كمان ولادي ياريت ربنا يكرمكو نريح يومين وبعدين نبتدي نشد حلنا لان خلاص العام الدراسي انتهى كل سنة وكل زملائنا في كل المنظومة التعليمية بخير أتقدم بخلص التهنئة لشعب سهاج بمناسبة عيد الفطر مبارك أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية والأمة العربية بكل خير خالص التهنئة للسيد الوزير طارق الفقه محافظ سهاج وكل القيادات بمحافظ سهاج وخص بالذكر مدري التربة والتعليم الأستاذ ياسر محمود مدير مدرية التربة والتعليم وكل القيادات المدرية كل عام وأنتم بخير وخص كل العاملين بمدرية التربة والتعليم وكل الإدرات التعليمية بمحافظ سهاج وكل قيادات مدريات محافظ سهاج وقدم لهم التهنئة الخالصة بالقبول والأعمال الصالحة في الشهر المبارك أعاده الله علينا